اليوم يفترض يفترض أنه خلاص مرحلة الرئيس بشي العون وزير جبران بيسيل مرحلة محروقة مهما يعمل لك وأنه اليوم عم ببرم بالبرلمان راح يعمل مخاضرة يحكين عن المسيحية واحد مسيحي داعي عن المسيحيين المشري ما أنت مقاتلين بالمسيحية ومهاجرين ومحبسينهم أكتر ناس يعني يعني إذا واحد مش نازم يحكي عن المسيحية هلأ أنت عم تحكي عن جبران بيسيل أنه مقاتل المسيحية مش جبران لا هم الحروب كثيرة بس كمان عم بتحيد الدكتور سامير جعجع بهك يعني مع مين عمل الحروب الجنرال عاملها مع السوري وكان عنده عشر مدافع قال له صدام حسين صوف حافظ الأسد وخذ مصاري وحول صار يخذ مصاري تيدفع الجيش حوله عفرانسا شو ما نحكي أنا ما بدي أحكي عنه لأنه منه لوحده الجنرال شو سامير جعجع ما غلط قتل كثير من رفقاتنا بس كل رفقاتنا كمان قتلوا من الأواء قتلوا بعضهم نعم يعني هيدا بالشارع المسيحية هيدا معروفة موات وقت ما استلم الرئيس عميني جميل من ست سنين اللي استلم فيها كمان نحنا ما شفنا نهارا متل خلق يعني يوم الشيخ سامي محروق هو ألبير كوستانيانو ما معرف مين بعد أنه تقدم شريع وتكذا وتكذا يعني نحنا مش هم نشغل عن جور صوروس يعني ما على الشيء يعني هذا حزب كتائب عمره مئة سنة بعدين إذا بيرجعوا لفرنجية أبلان فرنجية 61921 كان نائب بيوا لرئيس الليما فرنجية بعدين إجا حميد فرنجية بعدين إجا رئيس فرنجية بعدين إجا حميد فرنجية بعدين إجا أبنه طوني فرنجية يمكن غالبط أنا بالتسمى يقولوا بيتهم من مئة سنة في نائب يعني شو عم نحكي نحنا هؤلاء الأربع التفقوا ببكركة اللي بيمشوا فيه العالم نمشي فيه لش هلأ بيش يمشوا بفرنجية مش دفاع عن فرنجية بس المشكلة بالبلد ما عم بيلاقوا حدا بوزن إسلامية فرنجية هاي القصة كلها يعني محترامي لكل مرشحين فريق الآخر ما عم بيلاقي حدا طالما دكتور جعجة عم بقول أنا ما بدي أنزل وجبران باسيل عم بقول آه بنزل برشح حالي بس بياخد عشد صوات ما حدا بينتخبه يعني حزب الله ما بيوسع فيه بقى هلأ عم بيبيع ويشتري جبران باسيل بيشو مع القوات إذا بيقدر مع القوات تعالي رصيده عند سمحت السيد حسن نصر الله عند سيد نصر الله عند حزب الله وحزب الله ما بقي يوسع فيه يعني أنا أنا أكيد مما أقول أنه حزب الله لا يسق بقى بجبران باسيل ولا بالرئيس حول بس بحاجة لأله نحظر نحظر أي اتفاق بيحصل اليوم أكبر كتلة مسيحية هي عن جعجة أجد بعضلاته ومش بعضلات لا الشيعة ولا السنة ولا الدروس يلي أجوا بغير عضلات هن عضلات الدروس هن نواب تشوفوا علي طبع تير الوطني الحر وعضلات الوزير المير طلال إرسلان والوزير صديقنا وقم وحب وهيدي بشوفوا علي خليني كافر بس سؤال مباشر حزب الله ما بقى بحاجة للوزير جبران باسيل وتحديدا هلأ من بعد ستنا حزب الله من بعد القمة العربية من بعد المصالحة بين إيران والسعودية من بعد قروج كافة الميليشيات الإيرانية والشيعية من الدول العربية حزب الله بوجوده كحزب لبناني كيف بكتشي ليه من العملية أصبح جبران بحاجة لقاله السيني وراء الباب مكرا فيه انتخابات شو بيعمل الطيار شو الفوت اللي فاته جبران باسيل ضيع بقالله اللي خلقوا مش عم يعرف يتصرف أنا عم بحكي سياسي ما عندي مشكلة أنت قلبك عليه لا شيك الفوت الفوت على المسيحية فوت مسيحية بالحايد تب جبران باسيل وسامير جعجع أنتوا ما رحتوا انتخبتوا الرئيس بري وعرفينه مواصل هذا الرئيس الشيعي بالسلطة التنفيذية مش لأنه أنا بحبه لرئيس بري بعد تبره ضماني هلأ وبعدين وقابل بس أنه الرئيس نبيه بري هو ضمانة لبنان أنا برأيي هك البدو يعني أنا مش مرشح على محل وقلت من زمان البدو يزعل مني ما يندخبني الشغلة الثانية أنه أنتوا بالسلطة كنتوا يعني أنه جبران باسيل قالوا فيك القصام وأنت القصم والحكم أنت بالسلطة وعمك رئيس جمهورية بعملوا لك اللي بدك وأنت ما رحت انتخبت الرئيس السني اللي هو الرئيس نجيب مئاتي اليوم رئيس الحكومة وما قبل تقالف حكومة بعدك إيها ولا قلك عار أنتوا اليوم إجا دورنا نحن المسيحية فنندخب رئيس مسيحي عشو عم تتغنجوا عشو عم تتغنجوا بتكونش رئيس مسيحي ما كنش بتكون شو بيعملوا يعني الإسلام شو بيعملوا لكون أكتر أنهاك يعني أنتوا شو عملتولوا لوليد جملات وين خدمتوا شو عملتولوا للرئيس بري وين خدمتوا